حصل الباحث اليمني عبد الرحمن محمود المشرعي مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة الحديدة حصل على درجة الدكتوراه بامتياز بنسبة 99% عن رسالته الموسومة بعنوان تصور مقترح للتطوير الأداء الإداري في مؤسسات التعليم الفني بالجمهورية اليابانية في ضوء بطاقة الأداء المتوازن وناقش الباحث رسالته للدكتوراه في كلية الدراسات العلية كلية التربية قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة أمدرمان الإسلامية بجمهورية السودان وتهدف الدراسة البحثية إلى تشخيص واقع الأداء الإداري والكشف عن المعوقات والتي تحد من الأداء الإداري بمؤسسات التعليم الفني واقتراح الأساليب لتطويرها واهتمت الدراسة البحثية والتي تعتبر الأولى والتي تستخدم بطاقة الأداء المتوازن في مجال التعليم الفني وتدريب المهني باليمن وأوسط لجنة المناقشة والحكم برئاسة الأستاذ دكتور عصام الدين بربر آدم كمشرف علمي ورئيسا للجنة المناقشة وعضوية الأستاذ دكتور الطيب عبدالوهاب محمد مشرفا مشاركا والدكتور محمد عثمان محمد أحمد مناقشا بنشر الرسالة وطباعتها وتداولها بين الجامعات والكليات والمراكز البحثية ذات الصلة